اليوم فما سيرة عبغة تفير بين الاتحاد العام تونسي الشغل ورئاسة الجمهورية اليوم فما هيئة إدارية كانت منتظرة بعد إضراب يوم 6 جوان إضراب الوظيفة العمومية للقطاع العام سامحوني اليوم كيفاش تقرأ العلاقة ما بين الرئاسة والاتحاد سيزوهاي رحمتي والله هو شوف يعني علش أنا نقول أن الناس زي ما تراجع برشا حاجات شكونوا من الناس الجميع الرئيس والاتحاد الجميع شوف الحياة السياسية بدلت والمعطيات اللي تحكم في العملية السياسية في الداخل وفي الخارج تغيرت وتتغير يومين والما يحبش يفهم القوانين اللعبة ذية راهوا غلط معناها السواء اللي يعارض ولا ما هو شيء عارض اليوم أنه ثم معطيات ثم قواعد لعبة محلية وأقليمية ودولية تغيرت بشكل كبير لبرش عوامل اليوم منها ثم الاتحاد تاريخي موقعه الطبيعي هو مع الشعب التونسي مع المجتمع التونسي ومع مصالح الجماهير في تونس مع مصالح الأغلبية المسحوقة هذا هو موقع الاتحاد في كل المحطات منها السابقة اليوم شفنا الاتحاد في موقع آخر شفنا الاتحاد في موقع آخر قد يكون له ما يبرره بالنسبة له لأنه يدافع على منظوريه ويدافع على مطالبه منها الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بالمفاوضات وما يتعلق يعني بتطبيق بعض الاتفاقيات وبعض الزيادات وغيرها وكذلك فيما يتعلق بالمنشور عدد عشرين ولكن في نهاية المطاف اللحظة هذه صعبة جدا على البلاد والاتحاد يفترض أن يكون في الموقع اللي ما يلزمش يعني الأمور تمشي إلى أكثر مما يجب الاتحاد والحكومة ورئيس الدولة ما زالت هناك فرصة للحوار والنقاش والحديث والتوصل إلى تفاهمات كل ما زالت هناك فرصة الفرصة يعني يلزم يلزم تخلق هذه الفرصة ويلزم جميع العقلاء حتى قدما القيادات متاع الاتحاد العام تونسي للشغل يلعبوا دور قيادة الاتحاد الحالية تلعب دور الناس ربما أنه خب في تونس أنها تلعب دور أنه الاتحاد ميزمش يكون في موقع غير الموقع متاع الشعب التونسي الشعب التونسي اليوم بالملايين مع هذا المصار الاتحاد من البداية كان مع هذا المصار ولكن هناك طرأت بعض الصعوبات وبعض القضايا وبعض الإشكاليات محق في الدفاع على منظوره ولكن في نهاية المطاف يعني أي محاولة لتوظيف هذا الموقف على اتحاد دامسو الشغل من القوى الأخرى من القوى الأخرى اللي هي تبحث على أنها تخلي الاتحاد معناها كبش نطيح في دهم هم وهمين وحتى ربما بعض القوى الأقليمية على رأسهم حركة النهضة؟ على رأسهم حركة النهضة وعلى رأسهم بعض المكونات من الجبهة هذه لتشكلت جيدة وعلى رأسهم قوى أقليمية يعتقدوا أن القوى أقليمية اللي يتنقل اليوم في بعض الأنشطة هذه معناها على المباشرة كما الجزيرة وكما غيرها الهدف متاعهم بين أنهم معناها يحبوا يجعلوا من الاتحاد معناها كبش نطيح في دهم وهذا يمستحيل لأنه الاتحاد اللي عم تنسي للشغل تاريخين دائما وأبدا مهما كانت معناها الأزمات لتمر به البلاد هو دائما وأبدا في صفوف الشعب التونسي ونعتقد أنه الاتحاد سيكون اليوم والغدوة في المكان الطبيعي الذي يليق بتاريخ ونضال الاتحاد والدماء معناها الشهداء متاعه وسيكون في صفوف الشعب التونسي معناها تتعدل يعني أوتاره وأوتار معناها من هو في علاقة